مدير جائزة بن راشد اختيار الأهلي لنجاحه في توفير تمويل ذاتي رغم جائحة كورونا كشف ناصر أمان الرحمة مدير جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي أن اختيار الأهلي للفوز بالجائزة جاء بسبب ما قام به مجلس دارة النادي الأهلي من عمل لتنمية موارد بجهود ذاتية حيث كانوا يضعون نصب أعينهم التعامل مع جائحة كورونا وكيف أضروا دخل للنادي رغم الجائحة قال الرحمة أن الأهلي حقق تمويل ذاتي ونجح في توفير دخل لتنمية الموارد رغم جائحة كورونا ولم يتأثر بتوابع الأزمة التي اكتاحت غالبية أندية العالم أضاف مدير جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي أن الأهلي يعطي دروس في العمل المؤسسي خلال التعامل مع جائحة كورونا وشدد على أن اختيار الأهلي تقدير من جائزة لأن النادي الأهلي استحق بجدارة لا سيامة بعد النجاحات التي حققها الأهلي في الفترة الماضية كما كشف أن موعد تسليم الجائزة سيكون يوم 9 يناير 2022 وزي ما حضراتكم عارفين فاز النادي الأهلي وبطلة الكراتي فريال أشرف وآية مدني عضو المكتب التنفيذي للتحاد الدولي للخماسي الحديث بجائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي للعام 2021 وزي ما حضراتكم عارفين في 2012 طبعا الأهلي خد هذه الجائزة نظرا لنجاحات الكبيرة دائما بتلاقوا النادي الأهلي نجاحاته موجودة من زي ما قلت لحضراتكم من 1907 لغاية دلوقتي ده في 2012 كابتن محمود الخطيب وهو بيستلم جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي وكان كابتن محمود الخطيب نائبا للرئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت الأهلي خدها في ذلك الوقت كأفضل فريق جماعي لأنه في الوقت دلقوا حضراتكم تتذكروا النادي الأهلي خد دوري أبطال إفريقيا في 2012 لما ما كان فيه بقى ما كانش فيه مسابقات وما كانش فيه جماهير وما كانش فيه أي شيء ولكن النادي الأهلي استطاع دائما كالعادة أن يكون في الرياضة ويفوز ببطول الدوري أبطال إفريقيا في 2012 في ظل الأمور التي كانت تحدث في ذلك الوقت وبالتالي 2012 كانت البداية و2021 إن شاء الله لن تكون النهاية ولكن ستكون بداية أخرى للانطلاق دائما إلى الوصول إلى منصات الإبداع والرياضة في كل شيء الرياضة في كل شيء قبل كده خدنا زي ما حضراتكم شايفين أفضل نادي رياضي أو أفضل فريق جماعة رياضي النهاردة النادي الأهلي بيحصل على أفضل مؤسسة رياضية عربية حاجة كبيرة جدا وفخر لكل الأهلوية وفخر لكل المصريين الحقيقة قبل ما يكون فخر لكل الأهلوية موسيقى موسيقى